تورنيدر يعني كان المفروض أن النهاردة اليوم 11 للمباحثات وكان مفروض أنها تختتم في بيان صدر من دقائق أستأذن سيادتك بس نقراه للسادة المشاهدين يعني كأساس كده ننطلق منه للحوار أن اختتمت اليوم 13 سبعة 20 عشرين المحادثات الخاصة بسادة النهضة الإسيوبي استمرت على مدار 11 يوم برعاية الاتحاد الإفريقي بحضور السادة وزراء المياه والرأي من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل الساد عقدت اليوم اجتماعات للإجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول لتفاهمات بشأن النقاط العليقة بالمصارين طبعا الفني والقانوني وتلا ذلك اجتماع للسادة وزراء المياه تم خلال استعراض منقشات اللجنة الفنية والقانونية وعكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل الساد في نهاية الاجتماع اتفق السادة الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مصاري المفاوضات غدا إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي تمهيدا لعقد القمة الإفريقية المصغرة ماذا يعني هذا البيان في رأي سيتك؟ والله زي ما حدث ذكرت أن يمكن النهاردة اليوم الحداشر في المفاوضات في السنة العاشرة يعني ليست أن مدة المفاوضات مخصورة على الحداشر يوم الأشرة لكن نحن بأن عشر سنوات بالفاوض في نقاط محددة كان ينبغي أن تنتهي تماما في عدة أسابيع وليس إلى هذا التزمد ببساطة شديدة إسيوبيا أنت نوية تحجز المياة للأربعة وسبعين ونص مليار ساعة خزان السد الإسيوبيا ستمليهم على كم سنة وكل سنة هتقسمي مني أدي إيه مياة عشان نركب حياتي أنا والسودان وإذا اتفقنا على كمية المياة اللي هتقسميها هل هتلتزمي بيها أو لا؟ بالزبط يقولك لا يكون من حق أن أنا غيرها ولو التزمتي ولو ما التزمتيش لا يجب أبدا أن يكون من حق إسيوبيا تغييرها من وقت الآخر لأننا نتحدث عن شريان حياة فبالتالي إحنا اتفقنا على كمية معينة هتوحجز من المياه في عدد معين من السنوات ليه إسيوبيا تطلب أن يكون من حقها تغيير ما تم الاتفاق عليه منفردة دون الرجوع إلى مصر والسودان هذا ليس